والتكييف هو حكاية كيفية الصفة التكييف هو حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك هذا معنى التكييف واعلم أن هناك فرقا بين قولنا من غير تكييف وبين قولنا من غير كيف فالتكييف هو ذكر كيفية الصفة والكيف اعتقاد أن لها كيفية وهذا أمر لا بد منه لأن كل موجود فله كيفية لكن الممنوع أن تكييف فمثلا الرحمن على العرش استوى نعتقد أن استواءه سبحانه وتعالى له كيفية ويجب هكذا لكن كيف استوى الله أعلم ففرق بين التكييف وبين الكيف فالكيف اعتقاد أن للشيء كيفية وهذا أمر لا بد منه لأنه إذا لم يكن له كيفية فمعنى ذلك عن عدم وجود الصفة لكن لا تكيف فلا تقل ماذا استواءه على العرش كذا وكذا طيب وجاء ربك نثبت لله عز وجل المجيء وأن مجيئه على كيفية معينة وعلى صفة معينة لكن ما هذه الكيفية الله أعلم بها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة